موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قرآنيات محمد رسول الإسلام بن قسين طبعاً أيام ما قال أنه نبي ما قدرش أبداً يقدم حجة أو دليل أنه نبي أخي مالك أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك محمد أعرف يقدم دليل أنه نبي لا محمد قدم دليل طريفي جداً قال أن الله يشهد له على صحة نبوتي في الآية الموجودة على الشاشة في سورة الأنعام الآية 19 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن يعني يا جماعة أن الله يشهد إلي عني من خلال هذا القرآن أني أنا صاحب رسالة موحاة من الله القصة على الشكل الثاني إجوا الجماعة قريش عن محمد قالوا يا محمد أني أنت تدعي أني أنت صاحب نبوة أني أنت صاحب رسالة وأنت نبي من الله وحسب مصادر أسباب النزول والتفسير فقالوا قريش لمحمد يا محمد نحن يسألنا اليهود عنك وسألنا المسيحين عنك فكل الطرفين قالوا أني ما عندهم أي دليل بمصادرهم أو ما عندهم أي شاهد يؤكد أني أنت صاحب نبوة حقيقية أنت بالنسبة لليهود والمسيحيين لا يوجد عندهم أي دليل فتفضل أقنانا أعطينا الدليل فرد عليهم في هذه الآيقات طيب إذا أنتم ما في دليل من خلال اليهود والمسيحيين فأنا الله الشهيد الله يشهد على صحة نبوتي من خلال هذا هو القرآن مثل ما يخبرنا طبعا أحد المفسرين في الرازي يقول قل أن الله شهد لي بالنبوة لأنه أوحى لي هذا القرآن وهذا القرآن معجزيك بكل بساطة اقتفرحا يعني باختصار أن الله هو الشهد على صحة نبوتي وما هو الدليل الذي أقدمه هذا هو القرآن طيب هل الحجة اللي قدمها دي كانت في صالح محمد ولا ضده محمد وقايا لا تعتبر في صالح محمد وقايا تعتبر ضد محمد أولا لأن الحجة لجب أن تكون من خلال شهد خارجي فالرجل يشهد لنفسه من خلال نص قرآني يعني بإمكان أي شخص اليوم يأتي ويقدم نص أدبي ويقول أنا رسول من السماء فإذا سألنا ما هي الحجة يقول هذا الكتاب الله أو حاليا فقال هذا يقبل منه يعني نحن اليوم نتخيل نسمع الشخص يقول أني أنا رسول من الله وإذا سألنا يا فلان ما هو الدليل إذا قال هذا الكتاب الذي بينه يدي أو هذا النص الشعري فإيش رح يكون موقف المسلمين أنفسهم رح يضحكوا يقولون أنت مجنون يعني أنت رح تعطينا كتاب عشان كده هو استخدم السيف عشان يقلع الناس أكتر أخي مالك في عندنا مثل في مصر بيقول ومن يشهد للعروسة نعم يعني الأم طبعا اللي هتشهد للعروسة جاي بكتابه وبيقول أنا جاي من عند الله وأهو الكتاب ده بيشهد بيشهد لي أو الله بيشهد لي نعم فالكارثة أني هاي الآية هي ليست في صالح دعوة محمد وبرهان محمد ولكن هذه الآية تكريس لفكرة أني يعني هذا الرجل كان عنده زهنه غير مبني على المنطق يعني عندما يسأل عن صحة رسالته كان من المفترض أن يقدم برحانا يعني خارجيا سواء من خلال كتب اليهود فعلا أو المسيحيين أو من خلال شاهد خارجي أو من خلال أعمال أما أن يكون الشاهد بكلام يطلقه ويقول من الله فهذا أمر يعني حتى اليوم يعني أقول لك لو كان المسلم يأتي الشخص مدعي نبوه ويقول له أيها المسلم لديك كتاب من الله لك وهو الذي أوحاه أليه سوف يضحك المسلم سوف يقول أن هذا الرجل مجنوس يحتاج إلى الجنوس في بيت المجانين هسألك سؤال لما المسيح سألوه قال لهم إيه لو مش مصدقني صدقوا الأعمال التي أنا أعملها نعم صح يعني المسيح قدم برهان خارجي علشان الناس تصدقوا يؤكد الكلام اللي هو بيقوله نعم فمحمد بيقول عايزين تصدقوني ده الله هو اللي شاهد مين الله فين عين الله إينا هو الشاهدين بالزبط كده شاهد ما شافش حاجة نعم شكرا جزيلا أخي مالك وزي ما قلتلكم كده محمد على مستوى القرآن كله لم يستطيع أن يقدم دليل أنه نبي غير اللي شاهد ما شافش حاجة شكرا جزيلا نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات شكرا جزيلا نبي غير اللي شاهد من قبل اشتركوا في القناة